الفوضى العظيمة لتناول ماء البامية وخصوصا لمرضى السكرية تعتبر البامية من أقدم العطعمة المستخدمة في العصر الإغريقي حيث تم العثور على أصورة البامية منحوطة في المعامدة الفرعونية القديمة وتمتاز البامية بقيمة غذائية كبيرة ومن المعروف أن البامية من الفواكه وليست من الخضروات ولها فواد كثيرة جدا ومن الممكن أن نستخدم ماءها في علاج الكثير من الأمراض مثل الربو والسكري وأمراض الكبد لما لها من فواد كثيرة وأهم هذه الفواد أولا لما تحتوي البامية من فيتامين E وفيتامين C ومصدر ممتاز للحديد والكاليسيوم وليحتويها على النشا والدهون والثيمين والربوفلافين ومضادات أكسادا قوية تمنح حدوث ثلف للخلايا التي تسببها التوتر والعوامل البيئية وهناك بعض الدول تسمي البامية بالملوخية لتشابه المادة الرعوية الموجودة فيهما ثانيا لها فائدة كبيرة لمرضى الربوة حيث أنها تحتوي على فيتامين C ومضادات أكسادا ومضادات للتهابات التي تقلل من تطور أعراض الربوة ثالثا الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لاحتويها على الأليف رابعا تساعد البامية على تنقية الكبد لأنها تقلل من الكوليسترول الضار خامسا تساعد على إنقاص الوزن لأنها ذات سعرات حارية منخفضة سادسا تعتبر البامية غذان جيد لمرضى السكري وتساعد في علاج الإمساكة والغازات والانتفاخ ليحتويها على نسبة كبيرة من الماء فما هي طريقة عمل ماء البامية؟ نقطع قليل من البامية بعد إزالة الجزء العلوي ووضعه في كوب ماء ويترك طوال الليل وفي الصباح يشرب قبل وجبة الافطورة بثلاثين دقيقة وستحصل على نتيجة رائعة لأن هذه الوصفة رأى على السيطرة على مستويات السكر في الدم وعلاج الرب والكورس رول متابعين الكرام إذا نلع هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة مفيدة جديدة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر